تفقد وزير البترول والتروة المعدنية كريم بدوي تسهيلات ميناء الحمراء البترولي لمتابعة أعمال التوسعات الجاري تنفيذها ويهدف ذلك لزيادة الساعة التخدينية لتسهيلات ميناء الحمراء لدعم حركة تداول واستقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء وأكد الوزير أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف توفير طاقة مستدامة من خلال تنويع سلة الطاقة وزيادة إنتاج البترول والغاز واستغلال التروات التعدينية وتهيئة المناخ الجادب والمشجع للمستثمرين